من جديد عادت إلى الواجهة موضوعة التجسس في مكتب رئيس الوزراء وأيضا عاد من جديد طرح أسئلة واستفهامات كثيرة حول هذه القصة هل قصة التجسس هي حالة من حالات الخرق الأمني التي تعودنا كثيرا ما أن نسمعها في كل مجال أم هي ورقة من أوراق اللعب السياسي وهذه الورقة قد عينعت وحان وقت قط في ثمارها لأنه نحن بالحقائق الموضية ما نقدر نسولف دبلوماسيات السمولي أنه ما نعرف نسولف دبلوماسيات بس الواقع يقتضي أنه الناس يجب أن تعرف على صدرين الخزينة والفلوس والمالات والمناصب والمواقع كل هذا للأولاد بالأحزاب بس الحقائق يجب أن تثبت بإسم أهلها الحقيقة المرة والحقيقة الناصعة والحقيقة المنتجة شنو هذا اللعب اللي دي يصير الآن بعدين الحكومة أولا مطالبة أمام الرأي العام بعد البيان الذي أصدرته اليوم وأنا عندما قرأت تفاجأت به وكأن الناطق الرسمي بالحكومة العراقية يستحي أن يقول من هي الأطراف التي تريد أن تجر الحكومة عن منهجها الوطني لأن الذي يريد أن يجر الحكومة عن منهجها الوطني إذن هو عدوا لحكومة الشعب وبالتالي يجب أن يخضع إلى القضاء فالحكومة من باب الشفافية اللي أنتوا تصدعت الرسل به أن تكاشفوا الناس من هم هؤلاء الأطراف الذين يريدون بأن يقعوا بكم وبنا ما هو هذا المنطق يا سعادة الناطق الرسمي لو نحن غلطانين لو عكو خلل ومن ثم هناك تحقيق إداري موجود لدى رئاسة الوزراء يجب أن يظهر وثانيا أيضا ظهر لدينا القضاء السادة في القضاء ظهروا في بيان قالوا أن هناك تضخيما للحقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي أنا سوف أسائر القضاء وأقول نعم هناك تضخيما لهذا ولكن أين الحقيقة يا سادة يا قضاء في مجلس القضاء أين تضخمت الأمور هل قصة التجسس حقيقية من وراء قصة التجسس من المستهدف في قصة التجسس ليش دائما أنتوا سؤال فيكم اللي نقولكم جوزوا منها لا تخلون نهايات الأمور مفتوحة وأنتم تتقصدون في أن تجعلوا من نهايات الأمور مفتوحة حتى تخلقوا دائرة للصراع للصراع اشتركوا في القناة